موسيقى 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 داخل موسيقى موسيقى عندنا برضو في وسط الملعب كنا بنلعب أنا وحيد وفكري مورسي فكري مورسي كان شغل لنا وكانت سمير مخيمر وسمير مخيمر قدام بقى هو الهداف والسنتراهاف اللي رأس الحربة وعندك كان فيه واحد إبراهيم حافظ بس ما عادش كتير فيه جناح يمين البابلي عادل البابلي عادل البابلي ده ماله ده والجارم ربنا يشفيه بس عادل البابلي يعني ادعيله ربنا يشفيه عادل البابلي وإحنا بنواجهه التحية هنا هو من خلالنا أي والله وربنا يديك الصحة والعافية أنت بنت نجم جميل أهو عادل البابلي عادل البابلي أهو والله والجارم الجناح الشمال عادل البابلي كان يمسك الكورة من وخ عند خط 18 بتاعه وينقل الفرقة كلها لغاية جناح البابلي كانوا اتنين سواريخ ما كان شغال يعني هو ما شاء الله عليه يعني كان بيشيل الفرقة بتاعتنا كلها عادل البابلي كانوا بيقولولي النجوم وأنا بسأل النجوم بتاعتنا بيقولولني الكابتن شيحتك من ساعات لما الديفنس بيلعب الكورة لونج باس الطويلة دي أو الكورة الطويلة كان بتنزل وأنت بتنزل لهم بتزعق لهم بتقول لهم ما فيش حد يلعب كورة طويلة سلمونا الكورة في رجلينة ليه؟ دي في الفترة بتاعت النقل دي آه هي لازم إنما فيه وقت من الأوقات فيه جاء الععيب من الطيران نادي الطيران عصام شعبان عصام شعبان طبعا آه فرود فأنا بقى وسط ملعب آه أنا بقى ماشي بالكورة كده نعم وهو عارف بقى خلاص هو بيني وبينه بقى بقى ماشي ناحية المقصورة وسقطها وراء الدفاع ويمطلق هو حفظتوا بعض بقى حفظنا بعض وراح جاب سبعة جوان في الموسم ده بسرعة يعني أنت البلايميكر بتاعه وانت اللي صناعته نعم عصام شعبان لعب لعب وجاب جوان على طول مين اللعب كنت بتستريح له قوي في الملعب ويقول إن بيبقى معك ده ده الأنتيم بتاعك في الفرقة بتاعت الاتحاد والله هم كلهم كانوا كواسين يعني الجيل بتاعه اللي أنا كنت موجود فيه فاكروا دي يا كابتن ده الكابتن سيد حود هناك الله يرحمه يا سيد لي أهو يعني حاجة شياكة والله كان قيم أوي يا كابتن الله يرحمه يا سيد دي الله يرحمه هذا التوتيد ده مثل كمان كابتن ومثل في فيلم الكابتن شلوم كابتن شلوم أهو ده الرياضي شلوم بس ديول غير بقى حاجة ده ده حاجة تانية ده شلوم حتى اسمه على فيش الفيلم هو سيد حود كورة كانت حلوة. واللعب بتاعنا كان حلو. كان ناقل برضو. احكيلي على الماتش اللي كسبتوه بتاع النادي الأهل يا كبت. ان الخطيب جابه الجون الأولاني. وانت جبت الجون التعادل. ومع كده الجارم جاب الجون التاني. صحيح. واخدته كاس وجدته على اسكندريا. وكاننا ممكن نكسب ثلاثة واربعة كمانا. بس فيه بقى الماتش التاني بقى 76. احنا كنا كبرنا في السن شوية. وكلمت مع الكابتن أحمد كاتو اللي هو كان موديل الكورة. اردت له بص احنا هنقسم الماتش اللي ان احنا كبرنا في السن. نعم. في الربع ساعة نبطع الكورة خالص. نبطعها. تلت الملعب تلت الأولاني. وفيه بتبنى من التلت ده اللي في النص وبعدين المهاجمة. فكنا بالنهدي دي. ونلعب الكورة لان لو اتنوت الكورة. لو تعادنا جون واحد بس هتفتح. فطلعنا صفر صفر الشوت الأولاني. وانت لعب بقى لما هل ممكن لعيب يقول للمدرب احنا المدرب قالك خطة وانت شايف بنظرتك انت كابتن فرقة في الملعب تلعب بحاجة تلعب بحاجة غير اللي انت شايفة. لا 76 خلاص انا كبرت في السن لازم اعمل شغل كويس في الملعب. ما اعتردش عليك. ولغاية ما هدي الكورة وبعدين كان فيه واحد حبيبنا قوي ارني شطع. الجرن. رحت لقيت واحد قاعد فوق مني هنا هوت. والله يا العظيم رحت نازل بيه بالراحة ونزلته على الملعب. قلت له يا جدا عيب كده هو. ثاني. ما شطع كان مكلف بال. عليا. اه. امسك ده الفرقة مش هتعرف تلعب. اللازق. بس هر شطع يعني بعد كده. لا لا ده الشخصية جميلة. صحابة. فجيه فاول بقى. فيه فاول اشوته. وفيه لعيب كان طبعا يعني الفرقة بتاعتنا كانت حلوة جدنا سامير مخيمر. طبعا لا لا كانت فرقة قيلة كانت. كان نجع حتى نجيب المستكاوي كتب عليه في الجورنال سام مخيمر. سواريخ مخيمر. لا ده فعلا. كان لعيب او. يعني بعد ما جيبته. بوبو كان المدافع. الجون اللي جي انت شط الكرة وجات في القائم. ردت لطلعت. ايوة. وطلعت شطها. اكرامي مسك الحزاء بتاعها طلعت. والكرة دي خلت الجون. هل دي في القانون الوقت اللي هو موجود هتتحسب يا كابتل؟. ما هو ما شافش الحكى مصد وصفر هو ايطالي. مش من هنا. فبعد ما شط الكرة. انت شط الكرة جات في القائم تردب لطلع. انا شفت اكرامي لقيته عند القائم القريب. اه. وانا من ناحية الشمال. اه. فقلت الف الكرة تنزل في المعاصة البعيد. فبدأ اكرامي يمشي 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 مع الكرة. حد ما جات في القائم. عملها كده رح يتدرب في العرض من فوق. اه. نزلت في الستة يا ردت. دخل. طلعت يوصف رح شايت. والجزمة طارت من رجله. اكرامي مسك الجزمة وكنا داخل في القائم. اتلمينا عليه وخدنا الجزمة وجرينا. وليمسي الجزمة. على السنتر. اه. واحنا بس عشان كونه بنحبوك فاسبناك كده. لا انتوا كنتوا كويسين. لا الحمد لله. انتوا كنتوا كويسين والله. واحنا كنا كويسين كنا.